وجزاك الله مثلا أما عن الاصطلاح المحدث وهو الحاجة فلانة أو الحاج فلان فهذا الاصطلاح لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا للمتلبس بأعمال الحج أعني أثناء حجه منذ إلاله إلى تحلله إذ الله قال أجعلتم سقايا وعمارة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله اليوم الآخر الآية فالحاج هم الحجيج هم الحجيج أثناء أدائهم أعمال الحج وقيامهم بها أما أن يصاحب هذا اللفظ بعد انقضاء زمن الحج فلم يقل كما أشارت الأخت وفق الله لكل خير لم يقل الحج أبو بكر ولا الحج عمر ولا الحج خديجة ولا الحج عائشة ولا غير ذلك هذا فكلمة الحاج إنما تطلق على المتلبس بأعمال الحج القائمة بها والله أعلم ترجمة نانسي قنقر